رفع القيود عن المصارف العراقية وتفعيل التعاون بين البنك المركزي والفدرال الأمريكي من أبرز الملفات التي حملها رئيس الوزراء محمد السوداني إلى واشنطن بهدف تصحيح وضع المصارف والارتقاء بالنظام المالي فضلا عن تهيئة الأجواء الآمنة للاستثمارات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق إصلاح القطاع المالي وهذه المقاومات التي يمتلكها والخطة والإصلاحات التي قامت بها الحكومة أعطت رسالة للأمريكال بأن المصارف العراقية جاهزة للتعامل مع البنوك العالمية وفي المرحلة المقبلة تتخلص من هذه المسألة باعتبار أن العراق مقبل على الاستثمارات والمستثمر عندما يريد أن يكون هناك بيئة آمنة مالية ومصرفية يتم فيها انتقال الأموال بطريقة سلسة وآمنة تطوير النظام الحوالات المالية والحزم الإصلاحية للبنك المركزي إجراءات لاقت إشادة وزارة الخزانة والفدرال الأمريكي وهو ما أعطى بوادر إيجابية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومعارجة وضع المصارف العراقية لكي تكون بوضع سليم هذه الزيارة مثمرة وناجحة وللبنك المركزي وحتى قبل هذه الزيارة أنه هناك تناغم وأيضا تفاهم بمسألة الحد من حركة الدولار الغير رسمية وأيضا الدخول إلى المنصة الكترونية وبالتالي البنك المركزي والبنك الفدرالي أبدو أنه هناك تعاون مثمر خلال المرحلة القادمة وتأتي إجراءات الحكومة في الملفين المالي والاستثماري ضمن برنامجها الوزاري للنهوض باقتصاد البلد وتطوير مؤسساته وجعلها مواكبة للأنظمة المتطورة في العالم من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية